مجلس العموم البريطاني تقرير بيقول الخارجية والبرلمان اللي هو مجلس العموم البريطاني بيقولوا الإخوان جدار حماية ضد التطرف هذا التقرير منشور الآن على الموقع الرسمي لمجلس العموم البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية إن صح هذا التقرير إن ما كانش فيه لعبة إلكترونية لكن إحنا موجود على الموقع الرسمي للمجلس وللوزارة زي ما احنا شايفين على الشاشة بيقول إنه الإخوان جدار حماية ضد التطرف أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تأييد تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في البرلمان البريطاني بأن جماعة الإخوان ليست إرهابية وقالت الخارجية البريطانية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في تقرير صادر اليوم الاثنين أن جماعة الإخوان كانت بمثابة جدار حماية ضد التطرف العنيف وينبغي أن يتم العمل معها سواء كانت في السلطة أو في المعارضة وذكرت الوزارة أن الغالبية العظمى من جماعة الإخوان ليسوا متورطين في العنف ولكن هم ضحايا عنف والله أنا ما زلت أشك أن أحد الإخوان كتب هذا التقرير إن صح التقرير أنا في كل الأحوال وأنا في حالة صدمة وفي حالة غضب شديد إن صح هذا التقرير من البرلمان البريطاني ومن وزارة الخارجية البريطانية ستكون كارثة نحن الناس اللي عايز يخش على الموقع الرسمي لمجلس العموم والخارجية البريطانية يقرأ هذا التقرير اللي أضاف التقرير الصادر عن البرلمان البريطاني ينبغي أن يسمح للجماعة بالمشاركة في الانتخابات وأن تنخرط الحكومة البريطانية معهم على حد سواء عندما يكون في السلطة أو المعارضة قالت الحكومة أنها اتفقت مع استنتاج اللجنة بأن الدين والسياسة قد يحدث بينهما تداخل في المستقبل المنظور قال التقرير المشترك أن التعامل مع الإسلام السياسي عنصرا هاما وينبغي للحكومة عمل حوار شامل بشأن قضايا حقوق الإنسان ولا سيما حماية حقوق المرأة والحورية الدينية مع الجماعة وحول صور 36 أكدت وزارة الخارجية معارضة تدخل عسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي وقالت الخارجية أن الحكومة رفضت في تعاملها مع الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي باستمرار استدعاء الأحداث التي أتت به إلى السلطة في 3 يونيو 2013 في انقلاب عسكري على حد وصف التقرير أنا ما زلت حتى هذه اللحظة لا أصدق ما جاء في التقرير أنا أتشكك في هذا التقرير وحاولنا أن نتواصل مع وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أعتقد قال أنه سيطلع على التقرير ولم يصله بعد هذا التقرير موجود الآن في موقع الرسمي للبرلمان لمجلس العموم البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية